الم reproof كانت سسلوك و انتهت بقاءة سسلوك يجب علينا شيئا بسيطا و هياهم و فهمينه و انا هل سنعود محاضرة في السيسلوك و شاءك الفكرة حيث نفس الكلام بالنسبة لل بضع ما اخذنا SNP من ايام LCCNA لو مش فاكينو هناجع عليه مراجعة وسيفة الان طبعا الـSystems عمارة عن وسيلة من جهاز كما شوفنا بجهاز ما تحصل حاجه عنده الـ Interface وقت الـ Interface يجاي باعت الرسالة ديته يعني مثلا هنا لو نذهب إلى ايوهات شغال كده مثلا الـ ADR 1 لو دخلت كده ومتلوا مثلا Interface Loopback من 3-4 وهمت أول ما بيجريت الـ Interface ديته أين المسجد الذي ستطلع؟ هذه المسجد الذي سنقوم عليها اسمها SyslogMessage المسجد الذي ستظهر هنا على الكنسل و شاهدنا أنه مفروض أبعادها لشيء اسمها SyslogServer لكي تتخزن عليه وهو الذي يتابع معي و شاهدنا الكلام الذي قمت بعمل المرة لابدت كنت أضع SyslogServer عبيد كده اسمه TFTBD 32 أو D64 طبعا أنا لا يمكن أن أعطي نقطة دي لكن في الحالة يجب أن يكون لديك SyslogServer بإمكانيات جملة دعونا وريفو ثانية هنا كده لو جيت هنا مثلا كده و كتبت SyslogServer طبعا فيه حاجات بفلوس وفيه إمكانيات وفيه حاجات بفلوس من غير فلوس وفيه إمكانيات حسب انت يمفع معاك وانت تتخزن كما ترى فيه يقول لك أوفري SyslogServer هذا هو PRTG عندك Kiwi SyslogServer عندك مين ثاني عندك مين ثاني S&P soft يعني هناك برامل كثيرة جدا موجودة SyslogServer وموجودة عندنا بإمكانيات يعني لو نحن لده كده لطبع PRTG Network Monitor يجب لك هنا ويجب لك هنا وهذه الشكل المنمج مثلا وهو شغال يقدر يديك حاجة اسمها SyslogReceiver ويستهل المساجات ويحاول لك شكل Graphics يعني Syslog عندنا بيبعث لنا رسالة شكل رسالة شكل رسالة عامل ازاي أوكي Live protocol Live protocol Live protocol Start to up بمعنى بمعنى System المرابع يعني System هم عميين بسرنة مهو هسنعي System المرابع يعني سيرفر موجود يستقبل الرسالة كما كان هناك سيرفر انا مشغله يستقبل الرسالة بس طبعا السيرفر موجود هل هو شغال هل هو شغال هل هو شغال هل هو شغال لا يجري بس طبعا لكن ليس يخذر الرسالة ويستقبل الرسالة بحاجة مع Data Bees ويستقبل الرسالة ويستقبل الرسالة هذا ليس بالنامس بجادة بالنامس بجادة ستجد هناك أخرى كثيرة لبرامج ويتخذر كل الكلام بتخذر بالنتابيز في الواقع عن SCOM وهو System Center Operational Manager واحد من System Center Group وانتعرف شو ما كتبت عنها كم سيرفر موجود غير طبعا السيرفر الاساسي وهو سيرفر الاساسي هناك مكموعة سيرفر اسمها System Center Operational Group System Center Configation ويستقبل الرسالة ويستطيع تشغيله ك System Center Server ويستطيع تخزر بعض الاساسي هذه المسيجات لا System Center Server ممكن تزبطه بهذا الشكل الرسالة دي كم؟ لابل 5 لابل 5 لابل 5 لكن لو سالة لابل 3 او لابل 2 ابتدنا فشة الكوارس والمصاهب فهو ما تيجرسالة لابل 3 يرجعي البرنامج يبعد لحضرتك SMS يعني البرنامج نفسه والذي انت تزبطه ميكسوفت أو معين اي رسالة وميكسوفت لو سالة لابل أو حضرتك أو لابل سالة لابل وميكسوفت وتستطيع تسعمل وبالتالي عندما تكون لابل 4 أو لابل 3 يبعد لك اسميلا ويوجد محتوى الرسالة لابل 3 ولابل 2 ويوجد كارثة وكذا هناك مختلف لابل سيعطيب المستخدم الساسلوج نعرف ماذا يحصل في الشبكة بتاعتي وانت عامة معها لأساسي إذا سيسلوج بنروح عليه تراب نمتقين حتى الامر لما كنا ننظر سيسلوج المرة اللي فاتت كنا نقول كده تراب كنت محدد الليبل بتاعه هنا كده الليبل من زيرو الكام من سبعة لماذا نسميه تراب ؟ تراب يعني مسيادة لما حاجة تحصل يبعث لي ميسج سيطلب ترابع الميسج ليلل المحرخ في حيال العملية ، التي يرامك الأول فقط كده الليبل سبعة تقول لي قides ده معنى نعين بهدا apert يصchas walked65 اذا لم أركهم نحتاج ليلل سبعة فأنا نرأي وما سيبته ليلل سبعة لأنا لا يحتاج ليلل سبعة لنا بالسرع swallow كده ليلل سبعة لا تدود السرع هذا ليلل سبعة ل hơn هم0 بوضع la 15 لما حضرات تخش وتعمل debug فلو انا داخل لابا اعمل debug اكيد انا عايز اشوف رسال دي دلوقت بساعد مش مهمة بالنسبة لها تتخزن على السنة فالطبيعي ان انا ببعت للسيرفر ايه انه هو الـLight Level 6 بس و كمان عشان بتتعبش الجهاز اكيد انا قلنا بكده في امس تي سي ني لان الـ debug ده لما بيشتغل بيتعب التروسيسر حصل طبعا نوع الـ debug بتاعك بتتعب وجابت جدا اذا الـ CEST Log ابارة Trap Messages بتتبعت عندما تحصل فاكم مهمت ان لا حتى بأس فيه اهل ايه تبيد مع ابتال me وارسف ايه ام لدينا الجهاز بتاعي ويوم بيعت computing باعت نسالة الخزينة في السنة ده كان الـ KEST Log يبدأ جزء من مرقبة الشبكة بتاع نه مهم جدا طبعا بالنسبة لدينا الـ Security بالحياء اعنا اكتشف ان شاء الله اننا لدينا سيستم وأعلى من شوية ياسمه الـ CM بعدين ان شاء الله ان شاء الله عنه الـ FireWall هذا مخصوص أين انا افكر كده KEST Log يقول لك لما تحصل شيئا يدعطي تصور بقى لما تحصل شيئا في الفايرول يعني الراوتر والسويتش لما تحصل انترفيس و او اس بام هذا الفايرول يشوف الرسالة التي تحصل عنده وتصوريه الـ Next Generation الرسالة التي سنتحدث عنه وليس سنتصور كمية الرسالة والشيئات التي تحصل طبعا لديه سيستم أفضل كثير من مين سنتحدث عنه بساعتنا المهم يبدأ هذا كان أول شيئا في الموردين ثاني شيئا في الموردين ايضا في AMC CNA سأرجع لدينا كلام سرعي الـ SNMP يعني عصب الحياة في شبكات كثيرة جدا لمرهبت الذي يحصل في الشم وهذا يفري كثيرة جدا طالبا سيسلوك يقول لك لا سيسلوك دلوقت ممكن أخش اليوم على السيرفر عندما يعملوا سيسلوك وابص عليه أنا لم يأتلوه ولا مسج لماذا؟ لماذا لم يأتلوه ولا مسج هو شغال لماذا لم يأتلوه لماذا لم يأتلوه ولا مسج لم يأتلوه لم يأتلوه لم يأتلوه ولا يحصل لم تأتلوه لا تأتلوه ولا وقعت ولا حاجة حصلت لم يأتلوه لأمزال لدينا مشاكل لكن أنا ليس هذا اللي أريد أريد أن أعرف ما هي طب سحة الشبكة نتوك ما هي أخبار الشبكة ويأتلوه ويأتلوه ويأتي عليها مزيدة ساعة عندما وعلى شبكة تبدأ تكح هل تعمل هذا مثل؟ مثلا هناك ضغط كثيرا على الشبكة هناك سيرفر معين فجأة الرماد بقت 90% يعني الرماد بقت مشغولة بلسبة 90% أو الهاردسك بتاعه قرب يتملق مثلا فايل سيرفر أو شيء ويفضله 10% من الهاردسك بتاعه اللي طاضي هل تقول لي ماذا هذا سيرفر ورماد والروترات والسويتشات والاكسس بوينت والكاميرات اي جهاز في العالم تقدر ترقب السحة بتاعه دي عن طريق البروتوكول الجديد جدا اسمه Sample Network Management Protocol عشان تكون هذا ضخم جدا ومحتاج كرسي الواحدة 40 ساعة يعني هذا محتاج كرسي الواحدة ومفروض طريق كرسي الواحدة لان هو كرسي خطير لكن انا لا نريد ان اتكلم عليه ونريد ان اتكلم عليه وانتكلم على كيف يعمل بمساطة وكيف يعمل هذا كرسي الواحدة كيف يعمل هو ما نريد لاني سيسلوج مصدر لا يوجد امان يوجد مشكلتين سيسلوج مصدر اولا الميسج تتبعت كلير تكسد سوف تشاهد هناك الميسج تخدمه مثلا لان تتبعت كيف تتبعى كيف يمكنك فعله ف لو عندك منتبط او من يكامش أو يكابشور أو حد يعمل شيء سيشوف الميسج كلها سألية الميسج جديد من المرة اللي فاتت قلنا ان ساسلوك يعمل على UDP 414 أي مشكلة UDP بالذكب UDP ليس لابق إذا الجهاز ممكن اشتكر نفسه بعد الميسج لكنه في حقيقة ما يعرف اذا كان وصل للسيرفر لا يمكن أن يكون هناك أشياء باكتس في نتوارد بشيء طبيعي بذلك يمكن أن يكون هناك شيئا اكتنولوجيا لأنه ليس DCD هذا يستطيع أن تغيره يعني دلوقتي يستطيع أن تشغل السيسلون بالDCD في بعض السيستم لكن ليس هذا مبار السلم بقى يقول لك أنا هعمل لك نتوارك شامل هو اسمه نتوارك موتوكول يشتغل بثلاثة كومبورت ماذا ثلاثة كومبورت هنا يوجد الاسمه يوجد الاسمه يوجد الاسمه يوجد الاسمه على أحد الأجهزة تدير منه الشبكة ثاني هناك مئات البرامج الموجودة اسمه ببلاش للينكس والويندو هناك مئات بفلوس بفلوس كثيرة جدا حسب ما تحتاجه هذا الاسمه يقول لحضرتك أنا كسوفتوير بتنستوله عندي وبعدين ببدأ أعرف ما هي الأجهزة اللي موجودة عندك في الشبكة هو بيقدر يعرف الكلام ده يقدر يشوف يعمل حاجة يكتشفى الجهزة اللي تعتك في الشبكة أي جهاز عندك في الشبكة شغال بالباكيج بروتوباتر اسمه ما هي تسيبي آي بي إذا ممكن يعمل اسمه اسمه ده جزء من الباقة الجهاز ليس بيمكن اسمه ما هي كمبيوتر كمبيوتر بمسطر بمسطر سنخر بمسطرات قطارات روترات اكسس بويت كاميرات موبايلات أي حاجة تتصورها وفيها تستخدم يستخدم بمسطر ارتبط سواء راوتر او سويتش او فائرون في جزء سوفتوير اسمه SLMP agent يعني لو عايز تفكر بيها فكروا هذا اللي هو الجزء السيرفر وده جزء اللي هو الكلائد يعني مش عايزين نقول كده لما ده اكتشلي ده اربع تقشي شغال يودي بيه مش تيسي بيه مش هي القصة بزرع بس فكر كده يعني ده الراجل اللي هو الزعين بتاعنا اللي عليه السوفتوير اللي انت منزله وبعدين كل قطعة نتورت موجودة عندك في الشمكة نازل معها انت مش محتاج غريبة دائما اي حاجة SLMP agent انا عايز اقول لك مثلا التورددفايس اللي عندك في البيت بتاع العبيت اللي هو بتاعتداد تمام؟ البيجودات كلهم عليهم SLMP agent تمكي واحد انا كنت وانفولكم تمام؟ اتلاقيه شغال اللي SLMP agent موجود عليه ما تلاقيه راوتر بيه ما تلاقيه سيسلوم برضا باك اللي انت لسا تخلصين غريب ما يبقى موجود على المواضيع لا اخل الـ small routers اللي هم لسا تخلصين اللي يبقى موجود عليهم اذا عندك SLMP ده نازل مع المواضيع اي جهاز وعندك SLMP agent بتنزله عن نت كما تضعه جميل جدا بعد كده ايه اللي موجود ايه اللي هيحصل الجزء التالي يسمى الـ management information based ده العنصر اللي يشغل الدنيا الجزء التالي ايه اللي هو الـ ايه اللي هو الـ كان لازم الناس اللي عمله الـ protocol يقول لك كلام ان الـ manager اللي حضرتك يجمع معلومات من اجهزة دي ايه اللي موجود اي حاجة تتصورها سواء الـ نستطيع تقليلها كل حاجة تتخيلها تقدر تشوفها على جهاز سواء الـ computer او router او switch تقليل الـ router switch اي حاجة تقريبها سيقدر الناس يقدر الناس يقدر الناس يقدر يبعد رسالة للدفائس يقول لهم هاتولي المعلومة وانا بنتكلم عن هذا مصير جدا الناس هو الناتورك الناس يبعد السيرفرات كلها بعدما يكتشف السيرفرات الموجودة عندك يعرف مين ومين باللغوان مائلومة solution لديك حياتك مئات الالاب من الأشياء التي تترقبها إذن يمكن أن يسأل السيرفرات بكل ديئة يعني كل ديئة كده يقول لي لو سمحت البرسيسور بتاعك يا أخبار يقول لي مثلا 1-30 دمائم يقول لي لو سمحت البرسيسور بتاعك يا أخبار يقول لي 3-30 دمائم يقول لي البرسيسور أخبار 25 دمائم فماذا هو يقوم بعمل الداتا ويطلع لك بشكل الاسم بياب ويقول لي كده 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 كان يطلع لدلوقتي ووضع لي بعمل الكمبيتر الفرنامج اللي يطلع لدلوقتي يبعت يسأل السيرفر العملات في دعاتك عملي ايه الهار ديسك بتاعك عملي ايه النترورك عملي ايه لا المسجز دي كلها صغيرة جدا ومتلكلم في لا فين النوت في الوضع جيجابيت انترفيسس دلوقتي في كل حتة 1 جيجابيت يعنيه جيجابيت يعني انت لا تتوقعش فيها بس جيجابيت عشان تبعيوز على سيرفر او ديبايس ده معناه ان هو عشغال شغل رغيب يعني ان تتوقع عليه وتجد انها مستخدمة بالنسبة 100% او حتى 50% معناه ان هذا الابرت بتاعه درجة شغل شغل رغيب ايه كمان 10 جيجابيتس وال40 جيجابيتس في الوقت المحتاجة الحاجات بتاع اللام بتاعيتنا دي فكرت فيها باكت صغيرة وزي يقول لك كلها او ديباي ويبدأ حصل حطور سرعة وحاجة اي حاجة يبقى ان اطلب المعلومة دي من السيرفرات مثلا واجهز الكمبيوتر اطلب من البرينتر اقول لها اخبار الحبر بتاعك اطلب من الروتر اقول له اخبار الانترفيس تاعتك اخبار الOSPF مين الجرام بتوعك كل حاجة تقدر تعمل مين البيلانز اللي موجود في الانترفيس اللي كونكتة في الانترفيس اللي ترعب في الانترفيس اللي تابع بلاك معينة كل ما تتخيل الراجل ده هي انا ريجبوله واحنا كل ده ما جبناش شيرت السيكورتي انا بنكلم مونترينج للراجل اللي عادي يعني هي الراجل عادي انت عايز تراقب الشمكة بتاعتك تبقى على فقيل اللي بيحصل فيها من غير ما جبنا موضوع السيكورتي في الموضوع انا براقي بصحة الشمكة طبعا انا جزء بالسيكورتي يعني على افتال انت مش عايز سيكورتي الخاص بس في المالك فعشان كده ده زي ما قلنا بندرسه بالسيكورتي فاذا هقدر اعمل الكلام ده كله عن طريق ان انا نبعت ميسج بسيطة جدا من هنا اسمها جات اسمها يا جماعة جات والتاني ده بيرود بسيط اسمها جات الاخبار خد الاخبار عايز الاي بي اخد الاي بي اخد الاي بي سحة البروسيسور خد تأمين الفكرة ريكوست والاسمون المشكلة بعد ما فهمت انت الفكرة هذه الاساسية اللي بيقзаها المشكلة وهي كيفunku كيف ستكتبك جوا هاذر كناعaux يعني انت عارف الكomeuter لو عايز تجيب الى ا كانت التقرير على الاسمون كيف سيبس نهايئ لوجه أو حاجة อกلو باش فى الاجهزة تفهمها و هذه اللغة تكون standard تفهمين انا عايز اكلم السيرفر اقول له CPU بتاعك اي سيرفر في العالم ماليش داعه علي نوم لا ولا دال ولا اتش بي ولا اي حد انا عايز اكلم الراوتر برضو نفس الكلام اعرف ال IP Address متاعه والسويتش الانتروفيس كلهم ايه كلهم ايه كلهم ايه كلهم يفهموا الكنتوكول بس انا اضعهم بدك ايه يعني ايه اللي اضعهم ايه ايه اللي هكتبكول المسج دي انا بقولك حتلي البروزيسور ايه اللي هكتبكول المسج؟ مفعش اكتبك كلمة البروزيسور ايه الطلب بتاعها؟ ايه بقى فكرة ايه الفكرة هزا كيه اللي هم عملوها هو ده الام اهاي بي عملوها في مجموعة الاكوادية ايه الاكوادية؟ ان فيه كود معين مثلا ايه كده ايه؟ ايه ده ودك ايه كود تمام؟ وده معنى ايه؟ لأ انا اتناع صبع انا قلت عايق كود زي ما تشوفين مكتوب كده بس ما تلاحش الجهاز بتاعك عايق يعني ده مثلا ممكن ممكن حتى اتناعي الاختبال بي يوسعوي CPU ايه ما يسمى مساج يعني ده مثل البرسنتج تتعبنا يهد ايه ده اناك تاسيك يعني دهما اقول ده SMP GET هي المساج بتاعتيب كون الريقوست هاي ما اخط الكود بها بس وهو اللي يقول ايه بعات المساج ايه ما اسمى GET RESPONSE هايقل لي ده بيساوي مثلا واحد الثلاثين هو الواحد الثلاثين شفتوا اللغة الانه جديدة لاخترارها ليه عملوها كده في هزا الشكل عشان زي ما تضع احنا عايزين لغة وحاجة صندت من الناس لا اذا ايه بيحصل لما ييجي حد بيصدع سيرفر من المتوع ده وبيزلط وبيعمل الكود بتاعه طبعا هو مش بس وقتها الجزء اللي هو الكود البروجرامر اللي بيعمل من SNP agent يعني اسمها SNP agent بيعرفة للاكوانيات اللي ايه بتكون طبعا عشان كده بتسميها management information base البروجرامر البروجرامر بالنسبة للبروجرامر لا هي بحاجة بخصوص اللغة للبروجرامر رقم بخصوص للبروجرامر بيزة الكودتباب ام تابيني مسئولة عنها ناس العملية هم المسئولين عزل طبعا فصة قدر جدا لكنها موضة لنا انت بشتركان تعمل اي حاجة بالنسبةك وبيدي تبعان كمبيوتر عايز تتكلمه الكودتباب انا معمل ايه؟ ولا حاجة التالي المانجر دوت هو بيت لديه من كل ده اضمان بتشارك الحاجة في المانجر بتسميها سيروسوس يعني انت عايز تشغل ايه؟ مثلا مثال سيروسوس CPU زي ما شوفنا من شوية عايز نشوف الريم عايز نشوف البيسك سبايس عايز نشوف مثلا النيتورك عايز نشوف مثلا الويندوز سيروس معين عايز مثلا نشوف السيروس اللي هي DHCP اذا كانت أقوال او لا مثلا اللي عايز نشوف السيروس بوا الويندوز نفسه نشوف سيروس بواسع الريم جاهد بسه بقى اذا نريد الحاجات اللي انا عايز علىها مش هنالحكي سيروس جوا البرنامج نفسه بجير واي كده وانا عملك بتشوف دول عايز نشوفه عايز تقول ما بتشوفه امش بطلع عايز زريفة كده انا عايز كذا وكذا 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 شكرا وهو بقى بتخزن عمد البرنامج الاكوايات بتعاديه فقومة المجالية وعند الاكوايات بتعاديه على الفكرة الاماريض او المجال الضخمة بتعاديه هي اللي موجود فيها الاكوايات اللي بيقدر اجتمر بيها اسللل بي ويكلم بيها اي جهاز في العالم كايين كالسلل لد حاجة معاديه طبعا بعد ما عملنا كل دول تتسيجو تقول طب ده شيء جميل بس افرد انا عايز اكلم دلوقتي مثلا يعني ساتر الانسائل السيسكو واسأله حاجة خاصة بال او دي تي بي او بي تي بي او باك بي او ما هي كل البروتوكولات التي تعملونها ؟ سيسكو بروبريتيري بروتوكولات كل ما نقولون هم دونه يعني بتوع سيسكو بس إذا الـ IATF ما لهم من الكلام ده ؟ ملح سيسكو بسيسكو عمل شيئا مشهور جدا نكلمنا عليها لسه في الموضوع الـ اللي هي سيف سيسكو إكسبس فوروكي اللي بتخلي الجهاز يبقى فوروكي سريع جدا لكن هذا أيضا بتاع الحبس لا تجده في أي حاجة إذا ليس فقط فيه الأكواد اللي هي الـ Stunner اللي هي الـ Stunner الخاصة بكل شعر وهذا مثال هو جايبه لك أشلي في الصفحة لو مثلا عايز تعرف معلواتها على الـ Flash هل تعرفيني الـ Flash لدينا في الـ Flash اللي هي فيها الـ IOS الـ Cool بتاعها هو 1.3.6.1.4.1.9.9.9.10 ما هي الأكواد هي الـ Cool ولكن هذا بتاع سيسكو هل تعرفيني الأكواد يعني أي حاجة تبطي 1.3.6.1.4.1.9 يبقى على الـ CISCO لدينا الشجرة في الـ 2 وطبع نجيب لك مثال فيه آلاف الأكواد الأكواد الموجودة خاصة في CISCO إذن أنت لا يجب أن تتكلم الأكواد الموجودة لدينا في استعادة من الموجودة من الموجودة يبقى الكلام تمام لا يوجد أي مشاكل خاصة والدنيا ستشتغل معك جيدا في الأكواد الموجودة البرنامج نفسه يجب أن يكون هناك أي أكواد الموجودة ويوجد أن يكون هناك في البرنامج وفي هذا نصوح من موجودة كان هناك لا يوجد أكواد الموجودة أو أنت أنا أشاهده يوجد للدنيا توجد الـ MIB وهي البرنامج وتحتاج على جهزة في الدنيا وهي البرنامج وهذا لا يوجد أجهز توجود أجهزة ومن الموجودة يوجد الـ MIB وكل الشمكة لأنها موجودة فيلمون فورتوري طبعا لانت ايه تتعملون يما فهمنا كده الكمبولنت لدينا ثلاثة كمبولنت الـ S&P Manager هذا الجهاز الذي يدير كل حاجة الـ S&P Agent لجزء الموجود على الجهاز سواء كمبيوتر أو برينتر أو نوترات وصوتيات 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 واخيرا الـ MIP اللي هي العنصر اللي بشغل كل ده أول عشان كافر أنه عندما مطلوبة معينة أو معرفة حاجة تبقى شغالة بهذه الـ الـ S&P Versions لدينا ثلاثة حالا دلوقتي عندما نرى حاجة الـ Messages الأول كلنا نتحدث عن ميسج اسمها Get المنجر يبعط رسالة اسمها بتوصل للأجهزة ومعنومة وفضل فهم المعلومة أول شيء قلت لكم اسم الـ S&P ماذا المشكلة في UDB هل هنا؟ هل هناك حل بسيط بسيط لا تردش عليك أو رسالة واحدة هل تقوم بسيطة UDB ليس مشكلة في الـ DNS لماذا ليس مشكلة في الـ DNS انت تستطيع الـ DNS على Cisco.com الـ DNS لو وصلتوش رسالة وقعد في الناس هل تقوم بسيطة هناك جزء في هذا الموضوع يبقى جاءت معناها سأتلي معلومة معايلة ما تقوم بسيطة المشكلة 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 ثم المشكلة 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 سيسلونج يقول لك لما تحصل حاجة خط المسج وSRMP يقول لك لما تحصل حاجة خط المسج ماذا القصة؟ مفهود نشغل الان؟ سيسلونج اقوى في الموضوع المفروض من SRMP لكن انا مفهود اشغالها داخل SRMP لاحظ ان ايه الوحيدة في الاتجاه هو المالجر يبعط GET أو SET للدبايس والدبايس يبعط عليها لكن هنا انا ما بكلمش عن الدبايس هو الوحيد وفي السؤال الان ان تصدق وتوضع الان اتنة مسح سيكون وجود اقوى ثني اقوى اصلاق Trap سيسلونج اقوى بشكل شكل كانت اقوى تبعت Weed EQ لست مجيزة تبع سيسلونج اتبعت Udb لكن انت لا يوجد من تأكيد فقط هؤلاء لاحظوا استعمال احد الـ SRP وهو version 2 وهو اخراج اقوى نشغل صبع و هذا تبعت متعوى بصقك ويجعلك الوصف إذن هؤلاء التلاثة المشهورين هناك تفاصيلات أكثر في التلاثة المشهورين يجب أن تعرف أن هذه هي ثلاثة وزايا التاسم يمكن أن تطلب معلومة من المانجر يطلبها من المانجر المانجر يمكن أن يطلب أمر المانجر في حاجة وأخيرا المانجر الوحد ومن غير ما أنت تتكلم وإيطار يبعثك رسالة يقول لك أن تحصل حاجة هل أنت تجار معادي ومعادي ومعادي أنا أقول لك إحلام إذا كان مانجر ومعادي 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 أكثر من أجل حسنا أنك هذه التلاثة المكتبات أن تذهب لأسفل ما هي التلاثة التي تشغله وما هي التلاثة التي تفضل على سبيل المطاقات لكننا نحب مانجر في كل شيء في الشبكات فنجر تقوم بإساعدات المانجر وعلى الوقت أن نتحدث سلم بإساعدات المكتبات وإن أفضل ما أريد أن يكون مدد من المانجر مدد من المانجر إذا أصبح مدد الأحوال في القصة المارجر نرجع سلايد الوارا هنا ونرى البرجن هنا ثلاثة برجن بين S&P وهذا ما يهمك هنا في جولة السيكوريتي في برجن 1 ليستخدام برجن 3 لا يستخدمها لأرضا وهذا اعتبر برجن 2C في برجن 2C كان هناك في برجن 2 وأخيرا في برجن 3 هما ثلاثة برجن 1 و 2C و A و 3 مشكلتنا هنا في إيبا الكرس بتاع السيكوريتي وهو السيكوريتي بتاع البرجن 3 فلو جئنا هنا ها يولى في S&P برجن 1 The same service reports are called traps while in later versions they are called modifications or in the AR cell that's my fault إذن ذي حالناها عطول برجن 1 بس ولا كان في مشكلة بضعا ما تفكت المردى بحاجة بسارة برجن 1 دبا مش هتلاقي في مسجرس ماترين المشكلة بدي بقى The vulnerabilities that open SNMP to an attack طيب بقى زي موانا في Syslog كل رسالت ببعض سيسلوك بيقول ليه؟ لحد اللقاء رسالت عن Syslog هيا رفي إلا هيا راح الانترفيس واحد الانترفيس ايه متفهمين حصل كذا بجي لان كذا مش حاجة كارثي غامل لكن لا كارثي جيت فيه معلومات رهيبة بتتبعت كل ممكن كاب ثانية او كل دقيقة عن كل حاجة بتحصل في الاتوارك بتاعتك وست كارثي اكدر ان فيه معلومات تانية فمش بس لو حد عملها كابش شوف بقى كارثي اللي بقى جيته لما بتيجي انتبعت جيت وست ايه سيكوريتي تعايتم من الناس اللي عملوا اس الان بي دوتنا اللي قال لك لا احنا لدينا سيكوريتي بنقول برجن 1 يعني برجن 1 فيه سيكوريتي و برجن 2 سيكوريتي نفس السيكوريتي ايه سيكوريتي دي؟ بنعمل حاجة اسمها string عمليه string يعني تكست نظر بنسميه community string وcommunity string عبارة عن password password cisco1234 حلو ايه اللي بيحصل لما تجي انت بقى عاقل سالة جيت لازم تحطني جوة جيت الواسوار دي لما تجيجي الراوتر ولا السويتش ولا السيربر ايه هالك انت بقى ايه اوه اسمها ب much password حسن نفسي لو المسابة المسابة غير وبما حسن نفسي شوية جميل جدا لما حسن المسابة تكست الان احنا بس المسابة المسابة عليك واذا عملك المسابة التكست اتاكسته يمز ان افطأ المسابة فسان يكون اسمها افطأ المسابة يمكن ان يمتسر بقى عامات اعمال ايه ويقدر يشبدهم الوطن فتاهمين فكرة ؟ يعني يقدر يوقع السويتش في الهي الفاسوود مع الفاسوود اذا في فيرجن 1 و في فيرجن 2C الوثنتيكيشن عندنا كان في حاجة اسمها community string وفيش اي انكريبشن فقط نعمل ايه community string match for authentication فاسوود هنا و فاسوود هنا حاجة حمت العبط و حمت الحاجة اللي مالاشا ايه اوكي ؟ ايه اللي حصل في فيرجن 3 ؟ قالك فيرجن 3 ما عملش اي الابطة بالنسبة للـ S&P غير موضوع السيكوري زبطوا بقى السيكوريتي بدرجة رهيضة ازاي ؟ قالك اعمل لك حاجة اسمها ثلاثة ليفلز مختلفة للسيكوريتي اول ليفل اسمه No Auth No Grab هاي الكلام القريب ده No Authentication No Privacy يعني انه مبادش ده زي زي التاني اوه زي زي version 2 الفرق بس اني بدل ما كنا نستخدم password اسمها community دلوقتي الـ user name هو اللي بنستخدمه كاؤثنتيكيشن يعني نستخدم الـ user name من الفكرة بس بردو بتباع مالوش اي لازمة كده مال ما وجود ليه ؟ اه خلي بالك فيها جهزة هتكلمها زي الـ printer ممكن ما يكونش عداء امكانية للـ authentication and privacy اللي هم اللي هم فاكين دون الـ C.I.A. اللي هتكلمين ما هفكرك بهم يعنيين دلوقتي بس الاجهزة دي ضعيح ما تضعش فلو انا عايز اشتغل بها version 3 ده اضعف الإيمان اللي هي ايه انك تشتغل بـ authentication authentication ايه ده بقى authentication بس مافيش privacy authentication يعني ايه بصنا هنا صادقنا md5 وصادقنا الاسم وشار اللي هم الهاشي التكنولوجين اللي هم مشتناها في الـ C.I.A. يبقى ايزا هنا لو اشتغلت بالـ level ده معناها اوث نو بريب يبقى انا اعمل ايه ؟ مش هبعتلك بقى الـ password يا حلم اللي هو Cisco 123 مال هتعمل ايه ؟ اعملها هاش وتحط الهاش وطبعا لو اشتغلت اشار اشاره اقوى كمان من ايه ؟ من md5 وبالتالي تقدر تلقى اعمل من حياتي ما تكسر الخيرا بقى وده افضل حاجة لو تقدر تستخدمه اسمه off-prev يعني لا off-no-prev off-prev وده طبعا في ايه ؟ md5 او shuffle authentication بس بريب او privacy معناها لديه encryption باستخدام this او ايه طبعا محنش باستخدام this زي ما عنا عرف على كده مكسور من زباد ونستخدم encryption اسمه AES اللي تستخدمه كل يوم في الواي فاي الفانسون encryption system مشهور جدا من الواي فاي وبالتالي ده ما بيتكسرش AES عندنا او يعني مش مكهود ان هو يتكسر وتستخدمه هنا بقى مش بيحط لك هاش الفاصل لا المسج كلها متشفارة تبعت جد تبعت ست كل حاجة متشفائية المسج بين اولا الخيرا متشفار ولا حاجة يمكن تشوف اي حاجة وده طبعا اقوى وده افضل وده اي افضل الان اشتغل بين قرارت لاسل في ناس كثيرة جدا اللي مشتغل في version 2C اللي هو فاي وده طبعا صغرة كبيرة جدا في الناتورت الضعيق له فالافضل اللي مشتغل في version 3 ولكن نازم تعرف التعليمه بيساوطه او لا وبيساوطه او عندي روتر HP ومشارة بجونيطور عندي أجزة ونازم تشوف تتعليمه في весь الاسر الاسم بي اي جيد لنزل عيدها دلوقتي حيث تكون لو عملت لها تراجع موضوع تحت بقعي او اللاغيب Waite في حالي تسيسك بي اي ويسمع موضوع لا يحتاج لًا تقع بقعي و بعض ان اتوا Sultan اظهرت عمل طهي آمنو لنعني واحده من موضوع يبقى لنصتح كل المشاكل بتاعاتيين هنا لا يوجد اي مشاكل كده ممكن تحدث هذا مستحق في جهازه ابعت مزاجات لكمبيوتر راوتر سويتش اوها كل هذا بتبقى عندنا الـ C والـ I والـ A في الـ Authentication ، وفي Integrity موجودين ، وفي الـ Confidentiality ، أنا ضغم أن كل شيء عندي لأن كل شيء عندي ، لأن كل شيء تشفر ومساعد كل شيء ومساعد كل شيء تشفر ومساعد كل شيء تشفر هذا طبعاً أفضل حقاً أخيراً الـ Confiberation بتاعنا ، بتاع iCNVV3 بتاعيب عليك في المنهج وخطواته طويلة شوية ، كما تشتين 4 ستبس ، والفكرة فنزل من الأواهم المائنات 추وية بشكل غريب ومعنى نعملهم طريقاً step by step اول واحدة ، اخبرت الـ ACL لم يعد الـ Z on the rule هنا أقول للرأوكور، مثلاً مثلاً ، ملاحظنا من الـ CC NIC اقوله . مل يجب عليك المنهج من هذا ، اللي يسمح لك أن تتكلمه لو يبعث لك جيت مون يبعث لك جيت وهذا لم يحل الـ PND لكن لدينا المنهج بحاجة الـ Spoofing هل يقدم عنها زيادة ڥ towards me بعد toy معي لماذا الآن افتح deng name بداخله ألالت عليك قبل انت اسفون gому اتابيز سألالت الباب هاته مثلا ، لكي هو المدير بتاعنا ، سوف تحلل الـ User اسمه أحمد ، و سوف يدينه option ان هو يشوف أي شيء و يعمل أي شيء يعني هو شغال على الـ S&P ، يستطيع أن يخش يعرف أي شيء من أيضا حتى ثاني ، محمود أو عبدالله ، عندما يأتي يخش ، يجعله فقط يشوف الـ Interfaces يعني يستطيع أن يخش من الـ Manager ، من الـ S&P ، يشوف حالة الـ Interfaces أو حالة CPU و في سبيل المعرفة ، كيف يمكن أن نعرف شيء مؤمن ؟ فطبع ، هل تخبرنا كل ما يصلح لها ، ايكل في وراء ،؟ فالأخص ، يتحدث عن View الذي إقوله أن يقوموا لها في أجمال View معين نعمه هو رون باسد ، مسؤول رون باسد ، و يقول كل أجمال يبقى View معين وأيكون مجموعة أيضا ترى ، Beauty يعني رؤية ، و الراحة التحتية تريد أن تشاء szpep 3-configure group szpep 4-configure user-zro يعني لا يوجد تعمل الوزر الوزر منه يجب تعمل شيء اسمه مثل الوزر ويسمى تلسراتر وهو الوزر الوزر طويلة لكن لا تلقش لن يتم تحانسة العمل سنرى الوقت مع بعض طريق بطريق نرى الوزر 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 نقوم بزيوم ها بيتها كل مره الوزر 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 اخر نرى الكوى فصل نعملينه configure على R1 لا لا مفتوض هم configure already 116.1.254 المال انت ماشي انا نعمل رحمة 2 المطفل هم انه جذب هم انتظار هم انتظار ماند 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 ويوجد شيئاً اشتركيه 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 ويوجد شيئاً واصل فينا ويندوز سوفورت هنفعله طبعا عادي التوافع ده يحصل معاك فشغال في بيها كلاه ومع ميليتورس ما تستغرافش فلما تحصل حاجة ده هيصلك زي وقتا مشكلة اللي في الدنيا عندك سوف نتأكد الهدوات المتوصل اس بي ام نت واحد المتوصل يعني لو عملت كده اتلاقي هنا الناتورك ادابترز الموجودة ومن النوع بي ام نت واحد اللي انا متوصل عليه اكش بالدفايز بتاعي اعمل دستار تاني زي ما امنا بي ام نت واحد اللي هو واحد من الناتورك ادابترز اللي موجودة اللي موجودة لو فتحتنا هنا ادابترز الموجودة ام نت واحد ام نت واحد ام نت واحد بتاعي 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 كل ما يعمل له بزيول هنعمل الـ Configuration مؤقتاً لغاية لما هو ايه تتحلل المشكلة الـ Configuration كما قلنا أول حاجة نعمل Access List هنعمل IP Access List محتاجين طبعاً Extended نسميها مثلاً SNP-ACL هنقوله فيها هنعمل حاجة ثم نعمل حاجة اسمها SNP-View نعمل SNP-Server ثم نعمل ثم نعمل فمسلاً نسميها admin ثم نعمل ثم نعمل يدخل الـ MIP View Family Name وهذا مشكلة يعني أنا أريد أن أحمد يشوف كل شيء أو أريد أن أحمد يشوف كل شيء أو أريد أن أحمد يشوف شيء محدد يجب أن تكون عارف حاجة اسمها FAMILY Name ماذا هي FAMILY لكن الشجرة التي تطلعنا هنا هي FAMILY فلو أنا قلت مثلاً لحد أخذ العلاء 1-3-6-1-4-1-9 يبقى أن أردته كل شيء تحت سيسكو لو أردته فقط يبقى أن أردته فقط العلاء التي تحت سيسكو بارجبول ثم نعمل يجب أن تكون عارف رقم حاجة أو اسم حاجة كل شيء التي أردته فقط و لو أريد أن تتعرف هذه الأشياء تستطيع أن تضع هذه الأشياء على نت وتقول له Cisco MIP أو 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 أي أو او عايزر رقمه وبعدين سيسكو رقم فسعة هي اي بي ام رقم اثنين لكن سيسكو رقم كام رقم فسعة وقدر بقى جوا شابين جوا شبكة سيسكو عملها دي يعني كتير جدا 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 مثلا ان هو سيسكو كونفيك سيسكو مانجمينت مثلا سيسكو برودكت تحت سيسكو برودكت مش عايب سيسكو جيتوي سيربر مش عايب سبعة تلاف وعشرة مش عايب بقى دي الشجرة اذا انا ممكن ادي الشجرة اللي انا عايزها لأي حد انا عايزه بحسب ملت كونفيجريشن وانت اي محتاج تأمله يعني مثلا لو اخذنا طبعا انا جهازة كلها قديمة شوية بس يعني اكيد اللي اكي حاجة حديثة مثلا مثلا كاتاليست اوكي اوكي مثلا ده سبعة تلاف ومتال اكتشو الى احنا شغالين به في جياة نساسية انا شغالين بروطة اسمه ايه سبعة تلاف ومتال هذا كلها ايه ويجب ان ادخل الاسم انا ممكن ان ادخل الاسم الاسم الى فوق او الكود ايه اسم مسموح لك طبعا احنا حتى نريح دماغنا في الاختران سأقول له ايه من هذا؟ راس الشجرة كلها هو ايو 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 رقم واحد بس معناها كل شيء في اسر انبيد الستالرد واسسكو كل شيء بديم فدلاً ما نعاملنا على الاندماغنا ستقول له إيزال ايضاً ايضاً ودوس عدد يبدأ اسم ايضاً تكتب الرقم او الاسم بتاع الـ MIP Value الذي تريد المعيزة وتقول له ايضاً داخلة لذلك ستقول له هذا الكلام لأنا ممكن اختار كمس ايضاً واحدة و اعطيها و اقول له ايضاً 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 ممكن تتبع رقم او اسم مثل واحد 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 ايضاً 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 وبعدين نقوله إنكلود يبقى الـ ISO مثل الـ D ليس محتاج لأن الـ ISO فيها كل شيء تستفهمين بقيت فرصة يبقى الـ B و قادر اضيف له كذا مثل ما نريد يبقى كده عملنا تاني خطوة اللي هي عملنا فيها الـ B و يبقى نرجع كده لـ الـ Configuration عملت اول خطوة اللي هو Access List Standard و عملت اخر خطوة وهي Create-D الخطوة التالتة بيقول لك الـ SMP Group هل نشوف كده الأستاذ دوت اشتغل expand نقطة توقف توقفي المجد التميش واضح أن هناك مشكلة لأن أكشل هنا حتى روان نفسه يتعامل معي بطيئ قليلاً مشكلة سوف نرى الـ Configuration ونحاول الـ Break لنرى المشكلة خاصة بعد ذلك سنبدأ نعمل الـ Group سنقول له S&P Server Group وأنا لا أحفظ الأوامل كذلك سوف نستخدم الهلب لكي يساعدنا للأمر طويل كما قلت لكم يقول لي نخلي Name of the Group وهناك سأخذها emerged through وعدها أكتب التجاСпة We messages على هذا التجا Victoria سوف تستخدم brothers وبرجج انا كدوVleich أعلم نفسها أكثر يكتب لك في مجلس 3 فكامي ثلاثة الواق نريد اسم لايضاً ند BURIF ام لايضاً ند BURIF ام لايضاً لايضاً ند BURIF يمكننا مثل لايضاً ندريت لايضاً ندريت بي شخص بشكل مثل пример بكتب ندريت ببيع تلك مزيد ثانياً ممكن ادخل اسم إضافة هذه القبيلة لكن لا سوف ندريها بالنسبة لنا في النسبة هذا الذي يجب أن أحدده موجودين يجب أن أحدده الـ Access and Adet ومحتاج أن أقول له الـ View بتاعته هكذا هناك حاجة يسمى Read View, Modify View و Write View هذه هي Get و Set و Trap إذا أريد أن أقول Read View وندخلي اسم الـ View التي قمت بها فأنا كنت أقوم بعمل View فأطلع عجيب اسمها إسمها Admin View، أرجع أخططها كده وعلى المسفة، فأفضل لك إيه؟ هل لديك Modify View؟ لا، لا نريد أن نريد أن نريد أن نريد أو نريد أن نريد أن نريد أن نريد أن نريد فأنا نريد أن نريد أن نريد أن نريد فأفضل لك إيه كده؟ Access ويقول لك دخلي رقم أو اسم الـ Access List فأنا نريد فاكرها SMP-ACL وأضع لك ثاني، لا أطلق منك بالإمتحاب مثل لك إذا كنت تتضرب في البيت وقعد من قبل أن تقول له أنا لا أحفظ لوابن فأنا لا أحفظ إذا كنت تضرب في الـ Level كل ما تكبر لازم لا تحفظ لوابن لما كثير فأنا فقط أفكر أنه SMP-Server وهذا ما أفكر بعد ذلك بالـ Hint خطوة خطوة أنا أريد أن أقوم بعمل Group وعندما أقوم بعمل User أكيد SMP-Server Group وأشوف ما هو أريد كتبنا الاسم كتبنا الـ Version كتبنا جوا وفي الـ Version 3 أنت تريد أن تحفظ أن تحفظ موضل كتبنا أن تريد أن تقوم بعمل Read أو Write أو Notify ثم اسم الـ View الذي أخذتها في الخطة الرقم 2 واسم الـ Access List الذي أخذتها في الخطة الرقم 2 كتب؟ أنا لديها لقية للـ Group وإننا لقيتها كتب؟ كتب لا تربطها بالـ View والـ Access List كل مرتبط ببعض أخر خطوة سنقوم بعمل User نقوم بعمل User هذا من؟ كتب؟ كتب؟ لنقوم بعمل User على أحدثكم ونقوم بعمل دخلي الـ Group التي تحتوي على أحدثكم نقوم بعمل ونقوم بعمل للكектив رقم لذلك ونقوم بعمل ودخلي هنا Access List وانت تحتوي على Access List في الـ Group هتقوم بفتحة فهم مرحب جدا كم هذا في حضرتك؟ Auth Auth And Authentication Parameter اه هذا هو مهم جدا بالنسبية لي لأن بعد إنه يقول أنه يُتجب أن تحديد سواءin طو liberals مدي فايف ولا ما فرهم سواءينه اقول أنا أقدر شيئا الساكاو��� انه هو فيüğه سواء واذا والاتت يجب علي مواجهز جنج Leavingge تشوف هذا الصواء لأنه ليس شغالي فقط المانجر هنا اسمه PRTG لان اعمل له setup وانا فتحنا Services فاكد ان انا مواجه ندور على PRTG PRTG شاكينه وانكبر شوية اعمل له disable اعمل له manual PRTG ده احد التول الموجودة فاكد ان انا مستخدمه هنا مش هواجه دماغ فقط فاكد ان انا فاكد ان انا free معك لغاية عدد معين من السنسور انه السنسور دي هي الحاجة الحساسية اللي بتشغل ال SNMP سوف اقول له مثلا اسلي البروسيسور بتاع السيرفر والسيرفر كما السيرفرات كلها بقى لدينا اسلي الريمات نفس السيرفرات كلها بقى لدينا 10 كمين القصة بتعدوهم بهذا فاكد ان تأتي فاكد ان تشغل السيرفرات تبتدى هنا وانتشغل الناس البرتجاه اللي هو PRTG هناك واحد total free خالص من غير او اي حاجة سمسخل البرتجاه كمين القصة عام تستفهر لكopf ها ما بينا ، لكن ما عايزين هي على ما بيناه ايه ما بني دونار سنحوش يتصور الانتريبشان وانا يريد اي نوع من التريبشان انتصبح بتاعنا صديقنا اي نوع منه ثلاث انواع اي نوع منهم لنشر من ما بالنسبالي اديهم 20 بيت او 2-2an820 واناً بنشر apostle وهو اخيرا الفاسورد ، اعتباس اسكو مثلا الى عكس قسمت 453 2 1 بص الأعمر بتاعك طويل لدرجة ما هو اختفش شايفين علامة الدولار السيدة التي حصلت لها وقرأوا مرة تشوفها في سي لايب بعد سيسكو الأعمر بتاعك طويل جدا لأنه مش جايد من أول السطر اللي آخره عشان كده ده بيحصل علامة السفاب اكسس كما هونا مش عايزين سي ار دي معناها انه ممكن نقص انتر يبقى لبالك راجعنا فوق بص الأعمر أول بكتن يوزر اسمه admin تابع جنوب admin شغال version 3 هنأعمل له authenticationبشا ولما تيجي حضرتك هناك بتعمل devices يمكنني اكتشف موضوعه او من اضطن واتحكوung وعند 없고 اضطن. اكتشف موضوعه هذه القابة وما اختاره هذه القاباء التي من المLAB put out من الماقر لك و included يعني اختosexual بعمل تمام let's say network infrastructure نخصك واحد في الçiساب وبعد هذه التفاه ايضا مثلا اسمنا R1 يطرق ابي v4 او b6 الابي آدرس داع الجهاز 172.16.254 يمكنك تدعيه تاج فاكرا ويطرق عشان تبع فاكر ويطرق اللي انت ستعريه هل هو مانوال او اتوماتيك إم اتدخلوه ام يدخلو قد نفسي وكاوردمشن الذي ستدخل بها يطرق ايه في كل الكلام يقول لك اورس الكلام ده كله الهرت يعني خلق من حاجة اسمها network infrastructure الموجودة هو وعملها فانا هقوله continue مش هنعمل فيها حاجة يعني وكده ده ال ال device بتاعي بقى مفروض كده موجود اوكي تحت ال network infrastructure فيه device زي ما تشفي اسمه ار واحد او دوسل كده على ار واحد دقوات اجيب لك overview عنه طبعا هو لم يكتشفه اوكي من المشكلة عندي في ال connectivity دلوقتي لكن كما تشفيه موجود باعه يبني انتظر لي البرمج وعند يكتشف وكلم يكتشف هذا ال device وهو عمري ما هكتشف كده لان انا مزبطش دلوقتي ايه security ؟ انا مزبطين S&P version 3 فارجع في settings اقوم به وهنا وعمله او options بتاعه ال credentials عن طريق ال credentials من النظر مش هقوله inherit ثم هتعمل ايه اختار انا بنفسي طبعنا version 1 او 2c او 3 اول ما دوسه 3 قلب خالص ال options md5 او شاق الوزر اسمه ايه؟ admin الباسورد التاعته اللي هي كانت cisco123456 اللي هي طبع الشاق الانكريبشن كان ايه؟ as المفتاح بتاعته كان cisco العكس 654321 context name ده ليس مهم بالنسبة لنا port by the phone 161 و اقوله same دلوقتي سيف عنده credentials هل يقدر يروح الكلب الجهاز او لا؟ يقدر يروح الكلب مشكلتنا في الping نفسه انه ما اعتقدش انه يعمل هتفعيه لسه كما هو و دي مشكلة في الـ device نفسه في راوتر اللي هو الوستاذ R1 تي مشكلة عنده لكن انا كده خلصت الـ configuration من ناحية الروطر و خلصت الـ configuration من ناحية مين؟ PRTG طبعا لا تقوم بعمل PRTG نفسه انت مستعملت بأي سوفتوير موجود هناك سوفتوير تاعتكم مثلا ضخم جدا موجود لـ management بـ asrmp لو انت تحب بـ asrmp هناك شيء مستعمل مثل اسمه اشهر واحد كتابنا كده بس asrmp سيرفر سوف تجد مليون موجود بس في الاوائل سوف تجد حاجات مثلا مثل free asrmp server هناك موجودين بس في الاوائل اشهر واحد اشهر واحد اشهر واحد spiceworks هذا موجود فريق ما اضعه هو PRTG اشهر واحد 9958 تحدي 9958 تحدي واستخدم 11 يوم لا لدي تحدي سينسور تحدي اشهر واحد 10,000 تحدي لن تحدي نسخة التعليم بعد تحدي سيقال بعد 11 يوم ستجد ولكن ستجده مثلا ميت سنسور ونذكر رقم ميت سنسور رقم قليل وليس كثير لأن 11 ده ليس معناها 11 جهاز يعني هنا قدر اعمل 10 تلاف جهاز لا 12 سنسور سنسور كل جهاز ممكن يبقى فيه إن شاء الله ميت سنسور بحسب انت عاد إيه كما ترون بينا بيقول لك لو اختارنا اكشل ديفايس وفتحناها انا كنت بقى ديفايس مثلا هنا بيقول لك الانترنت ده سيربر جيتوين ده كاميراوتر من التضايفه ودي السنسور بيبنج وفي الانترفيس بتاعته سيستم هلز فيه حاجات كثيرة جدا سي بيو لود مشعارة اي تاني حاجات تاني كثيرة جدا حاجات تاني كثيرة جدا درجة الحرارة تدر تقاسها فإذا ده بي ارد جي خطير جدا لو عندك نتورك تتسؤول عنها يعني اتجابه هايلي لانه هو فري نظر ويندوز ويندوز 족 الانترفيس بتاعته هل ترسناها قبل كده؟ لا هذا هو view و هذا شيء ثاني view بتاعة سرمبي معناه أنت كسرمبي سيكون مسموح لك تشوف ماذا؟ الview اللي هنالك قبل كده؟ أنت كيسر لما تخش على الجهاز سيكون مسموح لك تكتب عمري هذا هو view اللي عملنا يعني هم يعمل؟ كنا نعمل حاجة لو اسمه triple A new model وبعد ذلك كنا نتكريد حاجة اسمه view يعني نسمه parser view ونكتب view بعد ذلك اسمه super view وبعد ذلك اسمه فاسورد وبعد ذلك اسمه فاسورد وبعد ذلك اسمه الكتابات نعمل حاجة الوامر نعمل حاجة الوامر نعمل حاجة الوامر لو لم تفاكن بها ولم تحضر محاضرة رجع الفيديو الوامر موجودة على اليوتيوب وموجودة هنا على اللابتوب لو أريد شخص يأخذها هنا نعمل الشوران include s&p انظر لاحظ ماذا؟ انا كتبنا كم عمر فيه s&p لكن كم عمر فيهم كلمة s&p server ثلاثة واحد view واحد group واحد user ما الذي ظهر هنا في show run group موجودة والview موجودة بين user لا يوجد user يعني الامر الطويل العريض وهو تبع group admin ويعمل شال ويعمل شال ويعمل شال لا يظهر في running configuration ويعمل شخص ويعمل شخص لا يريد ان يقوموا بيين الكلام شايفون شايفون ويعمل شخص ويعمل شخص ويعمل شخص عادي ويشوف كل هذا كله لو انا عايزوا يشوفو لكن الطبق اللي معنا كده هو MTP أو Network Time Protocol ورده مهم جداً من الزبادة في السيكوريتي ولكن بعده ده حاجة نرسناها في CCNA ورده منزود فينا شوية لقد خدنا في CCNA فعشان كده يتمكنكس Network Time Protocol أو MTP كما هو من اسمه اللي في Facebook لاحظون كل واحدة ما خدنا من زبان جداً أول أرام خدناها HMCCNA الأكاديمي كان Clock Set اللي هو تكتبه من الوقت كده Clock Set وتكتبه من الرقم والإيه والتاريخ واليوم والسنة والكلام طبعاً ده طريقة تزمط الوقت بتاع دوت مانيولي مشكلة بتاعته الطريقة ديت اللي هو مش ظريف بالنسبة لي لأنه صعب جداً تعملها في نتر كبيرة صعب جداً تزمط الوقت صح بالثانية والملي ثانية اللي انت بتدخله بيدك انت بتقص بساعة معك مثلاً فمش حاجة زريفة وبعدين هناك مشكلة اللي أنا محتاجة الوقت بمزبوط طول الوقت يعني لعنى بما تقص بك المفضل ترجع عشانة لانه مزبوط هم؟ ها؟ موسيقى موسيقى لا افعل ما فيش نتر لانه مزبوط ليه؟ زي الوقت التي تقوله مزبوط وعنا من التحطير سربت نتر هم هناك سربت او نتورك عزيز؟ لا ما فيش عندك نتورك هايزيز؟ الكمبيوتر اللي انت تفصل على الشرك يتتطفيه وبتشغله تاني لانه مزبوط لانه مزبوط مزبط ه ziemใت سيموس ايدي واحد سريع بطارئه سنعب على البطاريه شغل Viltingback و هي diese force.. الذي نريدهاك نك Pedro Rebel هل هناكguide فيه مثل وهذه سماسكه هاردويرubclock وهذهb MAC وهذهب مشابهه على الplatform و vi deste انaboards lucky ايضاً يوجد الصفت ويريك وما يوجد الصفت ويريك فإن افتلتها وشغلتها فإن يجب أن يكون المزبوط فيها إذا كان يوجد الصفت ويريك فإن هذا يوجد الصفت ويريك بس كما vous lest كما جاءت تجاهة ومتصرف بطارية أيضا أو يذهبون و تريد أريد إذا كنت تباوق الويهاز أرادك و تدوس على الثاعة و تريد أراد، على أمور كنتهي و تريد المفتل و تريد المناسب. أول البحض يتجول أحد السرورات المستخدمين في å ناولا، سواء Time.Windows.com أو Time.list وهو يهالة مشرورة عندنا وقد قد رأيه أطوات في اي وقت وفيجه الوقت يتبعو على السيرفر ويجي حاول تفاصل الأمر وحاول الحادث أن أعمل تفاصيل الأمر أماماً أمر الوقت الصحة اليوم دلوقتي يمنحكم بالتاريخ هذه أشياء مهم تجد كنتوا يحقق في هذا الموقع كل أسبوع وفي شكا تجدنا السيرفر يبدو مهم بلسماعها فالNetwork Time Protocol هو البروتوكول اللي في صفات الوقت فكريته بسيطة جداً هنعمل ايه؟ هنقول لجهاز مش هتخله الساعة مانيول هنقوله روحات الوقت بتاعك من الجهاز مخصوص من سبيه NTP Server او NTP Master القصة بتشتغل ازاي؟ الجهاز دوت مضبوط عليه الوقت بدرجة كبيرة جداً ازاي؟ او اجاب الوقت الليه ايه السيرفر اللي انت شاهدته على الانتبال تظن الوقتين؟ بيجيب الوقت الليه؟ زي ما كناكن للوقت دقيق بيجيب الوقت دقيق بيجيب الوقت و ساعة في الدنيا اسمها الاطوميق او الساعة الزرية كذا واحدة منهم المومنين في الدنيا و ديه ادق ساعة في الدنيا بيجيب الوقت درجات و درجات من الثانية بعدها في الحياة في الدقة الساعة بتاعت الجي بي اس من الدفايس الاسمه جي بي اس هو Global Positioning Satellite ده الساعة بتاعتك تبقى دقيق اذا ممكن في النيتور بتاعتك يبقى عندك جي بي اس كلاك ده جهاز يقدر تشتريه و يتوصله بالنيتورك عندك او بمساطر شديده فتختار احد الاجهزة بتاعتك يبقى هو الانتي بي سيرفر مين الجهاز ده؟ ممكن يبقى سيرفر ويندوز او لليبس او ممكن يبقى راوتر ممكن يبقى فايروود اي جهاز بتشغله تخليه سيرفر للشبكة بتاعتك يعني كل الاجهزة بتاعت الشبكة ياخده الوقت منه طب هو بيجي بالوقت منين؟ هو بقى يطلع على الانتنت يطلع على الانتنت يجي بالوقت من مين؟ من الانتي بي سيرفر على الانتنت يبقى اذا الجهاز ده؟ يقول له انه هو سيرفر اه بس هو عندما يروح يجي بالوقت من حد وعين يشتغلك انت سيرفر وتقدر تعمل اكشن الموضوع دوت بشكل بتسميه هيراركري زي ما احنا متعودين ان هو شكل الشجرة بتاعتك لانا عمل جديد لاهو صلى الله متى لديكتار جنا فيها بس احمد الموضوع تصبح رى 1 وB2 ويعند جناس كامل C1 وC2 D1 وB2 وبعدين A1 A2 A3 A4 عاو آآ آآ اعنا قدر اصلشيه اسرائي شئر و التروف لانظر من الالساق الوز اللي بتقلعوني البره وطبع البركشن زي ما بتعطيه الربانطنسي والحط ملكولا كمام اللي باعزة دي وشتاك مطبع وممكن عمشيه الهيراركيب وبعنى ايه الروترز دول اكشني مثلا يبقى سيرفرز يجيبوا وقت مباره او مدين يبقى سيرفرز يجيبوا وقت مباره وبعدين يخدموا يدلوا يسلموا وقت مين دول وبعدين دول قدام يسلموا وقت مين القصة فلدر نبكيه كذا مستوى من السيرفرز ده سيرفر بدون مستيقل ده ونبقى هنا ممكن نمشي العكس وعكس مصاب تيو يعنى ما عايز كل الهيزة تبقى دي في المرطن وخلاص وإنهاش كي حاجة مش مش كبه اللي اللي بتاع هنحن ندود في الانتي بيلو اسم وقصود اسم ونستراتي اللي نحق المستوى البرقب تاعة الوقت انتالى اقول لك اعملوا ليه كده الوقت لسلات الماونا عم رقب دول لنا من الالت سيرف في الارضايت مش فاكر 15 هنشوف دولايسة دي بتاعه كامل باكس اه كل المرقب بتاعك ايه كل ما معناه من الوقت بتاعك اذا ليه مزير ده محجوز للأطوم من حاجات اللي هي رغيبة اللي هي مزروسة الوقت فالاسترات الماونا نده يكلم سيرفر في الماونا اوكي سيرفرات المقومة بيسمون تايم سيرفرز ومنين عدد التالي السيرفر طالع للتالي لو هو اللي سيرفر بيضاعه ايه اسمه سيرفر واحد معناه نيه معناه السيرفر ده متوصل بيه بالأطومي قلق اللي قلنا عليه ديه اللي هي الليل بتاع زينه يبع اذا متوصل بزينه باخر دول الوقت يبع هو كان واحد فالبورانة المتاعه دي خاد من جول يبع هو بقى سيرفر كان كده نعمت الفكرة لو عاما الليل بتاعه هو كان خليدون سيرفر بناكة وخليدون سيرفر بمصلا ايه ارباح يكون هاكيدة موطنة طيب، التكلاف ايه برواس؟ التكلاف المسال او الدافاييس ده دي 2 يقتلو معلومة بلستراتم 3 بروزق ناس ساعة ويقتلو معلومة بنفس الواتف بلستراتم 2 باسي يقتلو معلومة دين ومزيد واحدة من time server واحدة من time server التالي هيختار عقل معلومة حجم معلومة دائما تزيق معمولة وحطت الكاسر لان بعتقدة للادونسيبش يجب ان تعمل للادونسي فانا باختار للادونسيبت وبقام بروزق لزيقه لا اذا اذا انا في احر دفايس بتاعنا بيختار الـ Livid الـ Adduct اللي هو الأقل ويبثانه في ايه انا عمدهاك على الشرك وعمل بلدخل واحد ونضرب كل دفاع احنا طبعاً NTP في مشاكل كتير بسيطة الواجهر الناس يعمل بتحليم بلدخل على ايه نوميج الـ Security باشك انا بتعطي نوعه في سيناسيكورتي فعن ذهب في الـ A الـ Options بتاعته الروحاتة احنا خطم نعلم لديهم محدش يعمل حيزة كنا مش هاي عند روشة الشبكة هو بيعمل لحسه مسألة انت بي سربة ماذا؟ معنية فكرة بقى احنا بعد كل الكلام الامين ده وصحنا كده بقلت كل بشتعل ازاي هاتلي الوقت نزبط بقى هاتلي الوقت ده يكون واحد يجيب من الفئوين بقى سلما حد يجيب الوقت من صح احنا عمد الكلمة كل ده احنا محتاج الوقت لك فيه على فكرة فمن لحسه سيكورتي بيقولك اول حضرتك محتاج فيها الوقت حاجة مهمة جدا هو اللوجيج كل اللوجيج اللي احنا كلنا عبين نتكلم عليه نول ساست لوج و اسم بي شوفنا فيه اثنين اوشه لا بيسجل ولا بيسجل والتسجيل عبارة فيه يوم كذا الساعة كذا مش جيل الساعة تطلع طبعا نورة جعنا هنا اهو اي واحد اهو ادي اهو الرسالة اللي احنا تطلع اكتوبر 16 الساعة كذا كذا الرسالة اهي لو الوقت ده مش مزبوط مش هتدل انت ترابلشوتي نتيوب هتعرف اللي بيحصل فيها وخصوصا بعد كده لو الايفنت دي جاية من فايروال زي ما قلنا والسيكورتي اكتفل بالميكرو ثانية اذا محتاج دقة شديدة جدا في موضوع اي الوقت ثانية حاجة ندرسها ان شاء الله قدام في التشوفت الناب هي الساعة الساعة تثبت انت مين انت مبادين مثلا فلما سيكلم سيكلم راوتر مثلا سيكلم راوتر سيكلم انت مين سيكلم انت مين سيكلم انت مين والموادرسها انت مين هي الفضاعة والمظر يزبط من المين ففاقا فايتان هذه الفكرة فايتان بصنور منهم لا workers فطرة ايه ففاق فايتان فايتان لورا ابتاني مش مزبوط ابتاني كلها جهزة لسيكو على فكرة متكون مزبوطة مازمت بساعة غريبة لتخش عليه مازمت بساعة لديم الوصد مالذي تغير بقصد او التخير فايتاني مش مزبوط و بتشغل اي خصائirAfrican اي موضوع certificate الدنيا كلها أي أفضل وطبعا أسباب وشواجات اخرى مثل الانطبعين يوجد الى Access Control List الانطبعين تزعل الـ OKP المعارض الـitalon دعوني الناس تخش في النات من الاول الثالثة للساعة 5 دعوني الهاجد دعوني الناس تخش في النات فهلاًÖ خلينيك يخش في النات ساعة الساعة 9 للساعة الخمسة خمسة و ديئة لا مفيش تسعة و ديئة بحده مفيش من الفكرة ؟ سيثبتها ازاي الرجل لازم تكون الساعة عنده اذا انا محتاج اسباب كثيرة جدا اوك ان انا افكر فيها ان الساعة تكون ايه الفكرة كلها بسيطة جدا زي ما هدنا لو اخترنا مثلا الدوائس بتاعنا R3 هو اللي نثبت عليه الوقت الـ configuration بسيط جدا نقول له NTP Master و بتقول له هنا رقم انا نضع له 15 فعلا اذا ما ترون رقم ده هو رقم استراتل اختار رقم من 1 ل 15 فعلا الرقم من 1 ل 15 و ديئة الرقم بتاع اعتقد بيختار سبعة و ثمانين اذا انا ادست شايفين فيه option كده و ديئة option ده ظهر لنا في الهلف مع ان انا ممكن ادوس انتر دخلين ادوس انتر فعلا ادوس انتر كده هو اختار رقم واحدة مش اللي هو يعني ما نفتش حاجة و اقدر عمله بانا اقول له do show NTP status و ديني كده الحالة بتاعتك هيقول لك clock is synchronized انا ستراتهم كام؟ 8 اذا شوفت اختار رقم كام او الواحدة من الواحدة 15 فعلا ما قلت روش او الواحدة 20 يعني انا الريفرنس انا نفسي طب اجي هنا في R2 اقول له ايه ولا حاجة conf t ntp server و اكتب له رقم الراجل هناك مثلا الراجل هناك ده كام؟ 10 2 2 1 بس كده بس كده ntp status clock is synchronized stratum 9 يا راجل بس كده الحاجة الثانية اكتب لك show ntp association انا مرتبط بمين انا مرتبط ب 10 2 2 1 و 10 2 2 1 ده stratum 8 و لو بسيت على العلامتين دون تفهم معناهم ايه ده معناها انه هو system feel يعني انا معامل feeling معاه ده معناها انه هو configur يعني شغال معاه ايه بس كده اعمله على نسبة ايه طبعا! الناس كتيرين بتعبل على زرفين مدعين يا انت ms wise بيبهوا هاته الاساس بيبهوا لاقص السرر لكي تقولنا ان الاجهزة خدول للغاية صبتة! فموضوع يرجع لي كده تبقى شركة كبيرة ها و زي ما قلت بيجي مع دخور شركة بجيبه مع نفسك انت اكتب رائل تنبلي حدد ان قلت بسيء لقد قمت بذلك كماتشفت做ت رقب السيربر ولدي خلطة طويلة البسطة و رقب السيربر عملت حقا داليا لذا وقال بأنك يعمل كل جهاز في الوجهات يأتي بسيربر يقوم بذلك اذا جعله سيربر يقوم بذلك بذلك يقول بذلك بسيربر يقوم بذلك شكرا Max عيب فقط في هذه الطريقة وليسPort integration يجب أنك إذا لم أكن من المشكلة سوف يعمل الشعر مثل هذه الطريقة والشعر الموضوح من الشعر أصلا في نفس البيئة الديزائي متاعنا في نفس البيئة البيئة يبدلاتها أنا لديه الأرباح أين يمزوجها على هاترة البيئة العمرو يزيد حم كدة لو عندك ميد بالسطوره في هاترة يمكنك أن يكون البيئة في نفس المبيئة وأنا لم يمكن أن يعد بيئة ممكن يمكن أن يعد بيئة كل دول الدول أفضل إليها ً لأنني أرغب بأن لن عيش إليها معنون يخديمها كل دول السهل عاوة اللي نحن في هو هو لذلك هو التلفير وتزمع الوقت من مين؟ الاسيرمان دي هما دول هيمو سيرفار تحت من راوط السويتشات دي تزمع الوايه السويتشات دي بث ناس انها شوية هما ده هيمو سيرفار سيرفار تحت كل الأجهزة لتحت راوطر، سويتشيس، أي أجهز تاني هيخد الوقت مجهد مفيش أي اي لينو سكرة عنه تبا لو ده سيرفار خمسة بكل الأجهزة لتحت سيرفار عندك الفيطر و لغوية و لغوية و لغوية نعم إذا انتم رأيته لغوية التفاوية و لغوية التفاوية و بعد التالي قال له و و خلاص هذا هو المسؤول لكن كما نقول هذا لا يوجد أي مساكلة نريد أن نعمل مساكلة فنشغل الـ commands الـ commands نعمل 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 و نعمل 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 المفتاح رقم 1 و المفتاح و المفتاح و يجب أن تكتب نعمل هدوات و طبعا و ليس محتاجة أكثر من كده على الـ configuration واضح؟ نعمل و المفتاح MD5 SysPro123 Xameter Team و Trusted key و 1 نعمل هذا الكلام هذا الـ configuration على الـ devices نعمل حالياً الـ associations متضبطة و و هنا أول ما أقول له هذا الـ server هاقول له NTP authenticate و نعمل معناها أنه لازم يكون هناك authentication عندنا طبعاً الـ وقت نعمل 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 و نعمل نعمل هناك فرش مجموعة و و و و بعد نعمل 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 NTP authentication نعمل نعمل و نعمل و نعمل ونروح هناك نعمل نفس الـ Configuration ناخد كده زي ما هو ونخلق نباره ونقوله نعمل نفس الـ Configuration ونخلق نباره نقوله قاله ب magazines حق ما هو ونظر 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 ووانا نظر في الـ Configuration ونظر 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 فلنظر ونظر 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 لأنها تبقى واحد يبقى إذاً ده كان simply and configuration بتاع ntpa or syndication ده كلام أكثر من كده في الموضوع لكن مش هنحتاج أكثر من كده احنا بنسبة للشغل بتاعنا يعني أنا لو انتم تحت ثانية كده actually لاب 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 بتاع شفتر 2 وده لاب مهم جداً انت بتعمله إن شاء الله في البيت وفي الاب دعوات الاب لاب كل حاجة من الفضاء في شغل ترتوف ففي أحد الفضاء هنا أتلاقي ال NTP مثلا basis log SNP أو NTP وفقنا نسمى Christ Time Source ده في Part 4 ننزل كده ده وعيد Part 4 احنا احنا ده Securing Image Flash iOS SNP Server Group أو Server User عشان تقدر تطفق الكلام ده كله تمام؟ وبعدين عند R2 وزبط الساعة عليه تمام؟ ودخل قال له Authentication Trust Key كما احنا عملنا بالظبط طريباً حسنا وده R2 اللي هو سيبقى Client R2 سيبقى سوري السيرفر وعمله كم؟ NTP مصدر تلاتة 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 على الناحية الثانية عند R1 نفس الأوامر هي هي وقال له NTP Server IP وSynthicate وSynthication Key ونفس الكلام وعمل حتى هنا Defug لكي نرى المسجز وهي رايحة جاية ويكون هم هم سيزبطون هل نرى هل نرى هل نرى هل نرى متضمن عليه شوية بس أنه أطيء يتعمل كل شعب كاما ثانية لكن Synchronize كانت Un-Synchronize بعد ما شغلت الMT5 دلوقتي يبقى Synchronize وانا ولسه بعد ما قضيته من 46 ام لما كان الMTB باختصار شديد بعد كده في الحقيقة نفضل بشبط حاجات بسيطة الperforming حاجة اسمها Security Audit او Using Automated Features زريفة جدا عايزين نشوف ايه ممكن نستخدمها او نعملها عندنا فاول حاجة اوتوماتيك وليخدناها طبعا هو CDB هو Cisco Discovery Protocol وده اللي هو البروتوكول اللي بيخالها تكتشف الأجهزة بتاعت CISCO وده وده لو جيت هنا من غير ما عمل اي حاجة قلت له Show CDB اتلاقي بيقولك ايه انا عندي جار اسمه R3 والجار دوت متوسط بالInterface عندي هنا وده R يعني راوتر وموديل بتاعه كذا الInterface بتاعته عنده هوا لو قلت له Show CDB Neighbor Detail اكثر مثلا IP Address وال actual iOS موديل موديل وموديل موديل وموديل وموديل CISCO Discovery Protocol فميشتغلش على أجهزة CISCO وبالتالي لو وصلت راوتر CISCO ب Switch HP عمره ما هيتشفه بعض فممكن يشغل LLTP Link Layer Discovery Protocol وده Standard يعني بشتغل اي جهاز في العالم اي switch او راوتر في العالم ممكن يكون شغال طبعا الميزة صغير با دفولت مششغل على CISCO بتشغله ازاي LLTP موجود مستغل او راح دهنا دلوقات اهو عند اللاتو قولتلو LLTP اي 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 مش supported عن الدفائيس طبعا الدفايس عديم شوية مش عاليه اي حاجة مش غالة LLTP داك ممكن تستخلكم بطريقة أخرى او ارهولكم بدبايسس اللي هم قوة ال IOSD ال IOSD كما انتم عرفين ان الدنيا لديه أفضل من ناحية الـ Updates وصلنا على جنبه سريعا ونرى انهم يعملون CDP by default ويتعرفوا وبعد ويتعاملوا أول ما نعملون الـ Configuration سريعا لكن سنشغل على اليوم إن شاء الله LNGB وعليك الـ Command Show LNGB Neighbors Detail أو Show LNGB Neighbors مثل CDP Neighbors Detail باخترافات طفيفة طبعا لكن لن نحصل على التفاصيل يبدأ اول لغطة في الـ Automatic Discovery تساعدني ان اكتشف الـ Network وطبعا المفروض نعملها Disable على الـ Edge Router يعني الـ Router اللي هو يطلعني الـ Powerwall اللي هو متوصل بأجهزة باشترع الشركة بتاعتك مالوش اي لازمة ان هو CDP ما شمال عليه طب اعمل ايه؟ الـ Disable CDP خالص لا مثلا في الشبكة هنا لو مثلا عملنا كده اصورنا هذه الـ Intermit التائرة التي رسمتها هذه الـ Intermit وهذه الـ Intermit هنا كده بهذا الشركة وهذه المتوصلة بـ R2 اوصلها بالأستاذ R2 بلنك مثلا يبقى ان يحصل Disable LLDB و CDP على الـ Interface اللي رايحة الـ Interrate الـ Interface موجودة الـ Interface دي عمل فيها وهذه الـ Disable CDP ازاي؟ لو فتحنا هنا الـ R2 ونقش على الـ Interface اللي انت عايزة بنا تسابه ونفترض بسهد بسهد ونقوله No CDP Enable ودوس اخر ونقش على الـ Interface اللي فتحنا ترى بعض الأشياء التي تعملها لتعاملها لتحصل على المصابة وعلى خطر معظم الوقت تبقى مستقبل وبعدها ماذا هي الحاجات؟ Cisco تقول لك الحاجات التي أما لا تنسى إلتماعها مثل unnecessary service أو unnecessary interface نحن 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 نسيح عنها من زماني أي interface لا تستخدمها؟ مفهود فيها؟ شاددان شاددان أي service دائما هنالك من زمان المسبوع بعضهم ندلتة مثل اي دار armies على وہاً سنسلة بعد مكسوة نحن سوف روتر باية فوتش vous montrer و السويتش بعد البولة قنش تجرب وهذا مصيحه المصيحه هذا مهم جدا jd اي فوتر مش بستخدمة فوتش يجب انت دخل في السويتش في اسمس كثيرة جدا لانه مقابل انت عندك روتر و لديك هاتف روتر السويتش بما سوف يشتغل ذلك요 بس الخدمة شغالة لا وقفة يعني محتاج اخش اقول له No Service DHCP يعني هنا ممكن اعملها حالا نهو الرجل ده مش محتاج السيرفز ديدي اقول له No Service DHCP هي By default شغالة تقول لي بس انا مش عاملها configuration مش مش خدمة شغالة دي security risk بابين القصة انت سايب صغرة عندك في الشمع سايب صغرة عندك ايه موجودة في الشمع disable and restrict commonly configured management service يعني يهمة disable بعض الحاجات يهمة restrict بعض الحاجات انا امسلها اليوم انهم اللقاء من management مثل CRMP مثلا يعني عندك CRMP ريستريكتب ما اعمل اشغاله version 3 ما اعمليه version 3 لجهزة بتاعتي ادي ما اعمليه version 2 اعمل ACL اضعه في اليمن انك تعمل ACL بسبب ال IP Address نفس اللي بصموحنا الكادم الاجهات disable prompts and scans ensure terminal access security دي طبعا انه هو اي حد يعمل scan على نتروب انا شوف الكلام ده امام امام similar gratuitous and proxy art طبعا عارفين تصدقنا ال R بس ال R في عيون كتيرة من دمناه في خدمة اسمها proxy art انه هو بتسأل راوتر على ماك ادرس بتاع جهاز بس في الشبكة الناحية التانية يعني انت اكشوري هنا مثلا في الانتروك دي الكمبيوتر دوت ممكن يعرف الماك ادرس ادرس الكمبيوتر دوت لو الخاصية تشغالة الكمبيوتر ده فين اماذا يعرف الماك بتاع ده اقول مستحيلة انت بتبعت R في هنا broadcast ما بيوصلش بس في اكشوري في خاصية كانت مهولة بس الحمد لله غريبا disabled اسمها مروكسي هم سيكون مع كلام في الشرطة ونرجع له تانية Disable ID Directed Broadcast وهذا هو حد يبعت broadcast وهي اتبعت مهارده كان فيه مهولة حمده الله دلوقتي مش تكاله ان الراجل ده هنا يقدر يبعت broadcast هنا ازايا اجد عام بس البروتر يوقفه بس زمان كان لا زمان كان ممكن الراجل ده يبعت broadcast باعته هنا وان يدرشه هنا في الشبكة دي كلها معانا حاجة غلط جدا كان ممكن توقع بها شبكة فهذه بعض الانس ليس رجاله لدي كله ولا نتحدث عن T ولكن هنا لو أريد أن تقوم بمصائح BootB Server ديرcB Server CDB يعني ان تعمل إذا لم تريد فاهم الانترافيس اللي يجب عليها حاجة اسمع configuration overloading By default ليس شغالة ان انت لو لم تجد configuration فتب فتب يعني الجهاز فتب فتب ntb server disabled by default يعني ان تعملها 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 كما شاهدنا ويستطر تزاول ACL ويستطر تعملها ACL مثل SNP ليس اي عمد يبعث لك تقول له شوه اللي حصل حاجة اسمع pad service تعملها 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 هو enabling ما لازمت هنا واخد اي بي ادرس مثل هذا 172-161 مثلا اضغط انتر اضغط ال اي بي ادرس اضغط انت بفوق ويجب ان انت تعمل حاجة اضغط ان يشغل عليه اعملها بسابل اعمل HTTPS اعمل ماذا؟ نعرفيني الكومانده من زمان لكي اعمل بسابل حتى يتذكب مكانا انت تركزها باستحرك باستحرك به جهة باستحرك اكتب calling باستحرك ق The IPs امت Utility اوي الآن باستحرك 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 اطفل باستحرك باستحرك ما اسمها الـ IP Identification Service برنام لها Disable بالعكس عملها Enable ايه كل واحدة من دول انا مش عليك في الكراكس تحفظه ايه نصائح ليك انت او انت شغال في مكان دلوقتي انا مفتوض تطبق طيب لسه الـ ARP Service ودسابل البروكسي ودسابل البروكسي ودسابل البروكسي ودسابل الـ IP Directed Broadcast والحمدل البروكسي كيف يعمل الكلام دوت ؟ نجيب لك هؤلاء اوامر يلا مش هل انت قعد تدور هذه الاوامر سأخذها كوفي و فيستا عندك تقدر تعملها وهل هي دي بس اكتش ويلا لابد الجوزء بينهم وفيه حاجات تاريخ بس في طريقة أسهل من كده انتو اصل او طبيعته كده يعني كبيرت الحاجات خلينا نبوص تاري دي واحدة 2-3-4-5-6-7-8-9-10-3-3-13-3-16-15-15-15-15-15-20-20-20 وفيهم حاجات تحت الانترفيس يعني هاتف الكاميرا كذا مرة كل الانترفيس سيبك زر بس تحت الانترفيس طب ايه الحل او ايه القصة ؟ سيسكو قالت لك انا اعمل لك الموضوع بسهولة جدا اوتو ايه سيكيور ايه ده 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 كوماند هابدوك بتشغله ده كوماند اسمه اوتو سيكيور بيمشي معاك خطوه خطوه كده زي ويزرد او شوية اسئلة وبناء على اسئلة دي هيأمل لك الراوتر هو اوتوماتي هيأمل لك الراوتر ايه اوتوماتي اذا ما عايزين نجربه نشوف الراوتر نشتغل اشتغل اشتغل الب Linfield نشتغل هنا على الوني bp هل نعمل افضل او موضوع الفيسG0-0 IP address okay yes IP address IP address لسه جهاز بيحمل 10-1-1-1 term motion-down قصلا جيت برا هنا نشوف هاي اللي عمر شغالة اه شغال LLDB و ايه Run LLDB ايه Run كنا برا في Global Configuration وهنا برضو هنعمل ايه نفس الكلام بس configuration سريع كده interface G0-0 motion-down و LIP address 10-1-1-2 255-255-0 و هنعمل برضو LLDB-8 Run و هنعمل ايه لو طلعنا برا قلت له show cdb-neighbor show cdb-neighbor اكتشف الروتر الناحة التالية هنعمل الميزهم برضو و هنعمل host-mail-neighbor و هنعمل host-mail-neighbor اكتشف الروتر عمله روتر و هنعمل معلومات cdb-neighbor و هنعمل عمله روتر و هناك معلومات مثل الـ Back Address هذه معلومة ليست موجودة في CDB لكن الموجودة هنا في LLZP مثل الـ iOS version مثل IP Address وشوائد معلومات تانية ليس مهمة بالنسبة لنا لكن هذه LLZP وهو شغال مثل CDB مثلا نرجع لدوت ونشغل Command Auto Secure نرى نقوم بإدرس هنا نحسر Security ونصبحت تعمل Absolutely Secure ونقوم بتعمل عمل الـ Router هذا سيساعدك هل هذه الـ Router تتقنمت إلى Internet هل تتقنم إلى الـ Interface نتعلم تقنم إلى الـ Interface هل تخلق أي واحدة تتعلم الـ Interface ونحتاج الـ Interface لأنها سيبهدد هل تقنم إيه؟ إذا كنت محسنته ده حاجات التي كنت لسه من جابه ولمشرحناه حتى مثل فنجر وفاد واشعاتين هو الوحدة ستفضل وقع محتاجين أنه محتاجين لتقوى عايزه بعد كده فاكينجا, عدوث آرم بعد كده يقول لك دخل البانر وقوم برموس مثلا مثلا اي بانره جديد بانره امو تكره نجد النفس الراعز نشعر الامو السيكريت نستطيع ان اخذك مثلا مصلا و بعدين يقوله ايه بالامو اه، شعفيني ااو تو اسيكور انا لم تضعه ليس و بسوما يقول لي لازم يبقى ايه ستة هذا او ساسكو واحدين ثانية تأكد ثانية ساسكو واحدين ثالثة نشعر أيها الامو الفاسكو لماذا ليس تكون مستخدمة بالساسكو بطبوك اكون أباقين منها ونفعش ندخل نفس الباسوورد التانية ودخلتنا Cisco 3 2 1 اعمل لي Local Database دخل لي User Name نسمي admin ندخل لي الباسوورد Cisco 1 2 3 شايفين اللي عمل يحصل؟ بمشي مع خطوة خطوة بعد ما عملت الباسوورد في الخطوة بي configure mean AAA نحن لسه نريسه في شفتر الجاي بي configure console و OXO PTY lines انهم يعملوا Local Authentication انهم يفعلهم Exact Time Out وTransport بمثلا تحت ال BTY بي configure device against login attacks وكين الامر اللي هذه هو Login block 4 نستطيع التقبل يقفل يقفل المده ال600 maximum login variance بعد 3 محاولات فشلة خلال 30 ثانية عايز SSH؟ نجد السحر ندخل اللي حاضر .tv Enable DCP Intercept هذه المشكلة هي المشكلة هذا هو المشكلة المشكلة ماذا هذا ؟ المكون الذي عملته هذا لا تتنفيذ ولا شيء تنفيذ حتى الآن هل تبيني فكرة الذي حصل الغد لابد يسألك أسئلة أخذي الجماعة تجهزك ماذا تتخاطب هذه الأوامر التي تحتاجها نضعها في NotePad سريعا فإنه نحن أنتظر الآن ماذا تحديجي إن أنا لقد ثم شخص بالإقامة ستكتب على الأداء لا تقوم بعمل لا تقوم بعمل لا تقوم بعمل إيجاد موضوع إنه شغل A ٥٠ ٢٠ اغفضل يتقوم بعمل من المشكلة فهذا الشكل ها هو مستفيد لا تقوم بعمل اعمل Login Block , عمل IP Domain Name لتشغل SSH اه لم ترى اذا كنت اذا كنت اذا كنت اذا كنت اشغل SSH اخلت SSH وتلت امعت و بعد ذلك Service Service Logging اشغل Logging و بعد ذلك الانترفيس عمل تحت كمية اوامر تحت كل الانترفيس لا 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 بهذا اجيب الشكل واضح؟ و اخيرا الانترفيس بالذات اللي اضطنه طريبا نرحل الانترفيس سوف كتب عليها اوامر كمان ايه؟ زيادة بالنسبة لنا حتى الآن مفشية حاجة انتظبطت بس وراك الاوامر عايز تطبقهم هتدوس انتر مش عايز اكتب هنا نوم وخلاص كل حاجة انا هتدوس انتر طبعا تحطي الرسالة انتظبت دي بس اشخاطر SSH يقول لك هيتعامل وعمل مفتاح 2014 اوامر وانتظبطت ايه اوامر مختلفة سوف تتخطي مكتوبة وانتظبط مكتوبة وانتظبط مكتوبة كما انتظبت تحت الانترفيس وانتظبت مكتوبة هل احضر اوامر دي بيكتوبة حسنا اوامر خدمة انا لا يوجد اوامر خدمة افصل مثلا تحت تحت الى الانترفيس اذا اضعف حاجة واقل حاجة يكون اعجاب على شوية اسئلة مش هيعرف اكتب اي امر ولا هو مطلوب انه يعرف اي اقواب وهنا هالفكرة اي استاذ نيد استخدار اهدو باتو سكير تحدث بشكل لك اي اي اعطاء جهازRR اdat فقط خف St Lot of course يأمل الانضبط، يأمل الانضبط يأمل الانضبط ويأمل الوداب وهو هذا وهي الارترة هناك كميز gtp اختلاف من مكنت عملك الارترة التي نريد أن يجعل كل شيء يمكنني عمل بس حبيلاً اقول ليا بيجعل اشترك اذا ما هي فكرة بعد الانضبط يبدل ما يعمل كل هذا يصدر لك اطلال لك مثل بدى كل الانضبط يمكن كم يخص بدون من حبيلاً لكن اذا قلت له بيتلاط بادفات تكون داخل الانضبط هذا هو الكماند التعمي بتاع الاستاذ ايه اوتو سيكوري بزة وهو موجود مننا نسخة بالجي او اي اكشوري لسا انا خلاص مشاعرين جنيه ايضا اخر سيكشن حاجة بسيطة في الشابتر عندنا يتكلم على الكنترول بلين والمانجمينت بلين سيكوري وهو اول حاجة وهي اهم حاجة هنشوف البروتوكولات بتاعتنا ازاي ناعملها بتاعت الروتين بروتوكول وبعدين هنشوف حاجة اسمها البروتوكوليسي هنشوف ايه كلمة البروتوكوليسي اللي جاية دي اللي جاية بالبروتوكوليسي في المباوة الخير ان شاء الله رزيزي